اشتركوا في القناة صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مثل ما عودناكم مستمعين يعني نفتح حافاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم أي شغلة ممكن أنها تضيف وتحسن من أداء العمل في القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام يعني اللي عنده أي إضافة عنده أي اقتراح ممكن أن يحسن من جودة العمل ممكن أنكم تتواصلوا معانا على 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-6 الحين الساعة هذه مالة صحة وسعادة الله يخليكم جماعة اللي يتصلون على برنامج البث المباشر كان الزميل أحمد اشتبي موجود نوجه للتحية كذلك انتهى البرنامج فتحول الستوديو عندنا هنا في نور دبي فعسابتيا نقولكم أن المسؤولين عن برنامج البث المباشر حاليا مموجودين حتى لو ردينا عليكم ما منفيدكم كثر ما عملية الالتزام بالساعة الخاصة بالبث المباشر طيب نحن نرحب بفريق العمل عندنا في إعداد هذه الحلقة الزميل للأزيز يوسف سعد في الإخراج عيسى سبيل عيسى سبيل بعد نقول لك العام أنت بخير اليوم يوم ميلادة ذكرى يوم ميلادة نتمنى لك إن شاء الله العمر مديد كم عمرك عيسى خمسة وعشرين خمسة وعشرين بعد الأمية أمزي أتمنى لك طولة العمر إن شاء الله دائما بصحة وعافية نبتدي فقرتنا التغذوية معانا عبر الهاتف خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي لختلمية مصطفوي اليوم عندها موضوع يهم والله يهم حين الريايل أكثر من الحريم قبل كان يهم الحريم حين الريايل بعد يهتمون بجمالهم أغذية الجمال صبحت الله بالخير يا لمية صباح النور والسرور يا هلا اليوم موضوعة يعني حد من الناس يمكن يقول إنه موضوع خاص بالنساء لكنه يشوف حين الفترة أخيرة حسب الأرقام والإحصائيات الجديدة والدراسات تقول إن الرجال كذلك قاموا يتوجهون إلى المساء الخاصة بالجمال والتجميل فشو هي الأغذية أغذية الجمال أول شيء ببدا أنا وأقول لكم إنه في دراسات تبين إنه بعض الأطعمة تلقى بدور أساسي في تحسين شكل البشرة ومظهر الجلد الشعر الأظافر والعين نعم مثل ما هي تحفز تدفيد الحمض النموي وإنتاج الكلوجين وتحسين تطفق الدم اللي هو يخلينا نبين أصغر في السن وأكثر أشراقا وجمالا سألتني سؤال اللي هو شو هي الأغذية اللي تعطينا أفضل الجمال في كذا نوع بس أنا اختصرت لكم إياها في كم من واحد أول شيء اللي هو التوت يعتبر التوت من أحد أقوى الأطعمة الطبيعية لمكافحة الشيخوخة تساعد في الحفاظ على المرونة الجدوة يقول لده ثاني شيء اللي هي الفراولة تساعد على حماية هياة الكلوجين في الجلد والكلوجين يحافى على مرونة البشرة سمكة السلمون سمكة السلمون يؤمن الحصول على بشرة ناعمة وخالية من البقاء الجافة اللي تسبب الحكة وتساعد على مكافحة تجائد البشرة حب الشباب والتحابات الأفقادو يحتوي على حمض الفولك اللي هو يساعد على تكوين الدم وهو ضروري لتجديد الخلايا في الجسم بشكل عام في البشرة بشكل خاص البروكلي فيها الياف وبيتامين سي وحمض الفولك ويحمي خلايا الجسم من الإصابات ويساعد على تجديد البشرة الجزر وايد ناس يقول كله الجزر عشان العينين لا مو بس عشان العين حتى مضاد فيها مضاد أكسيدة قوية يحمي البشرة من مخاطر الشيخوخة المبتكرة الخيار مصد الفيتابينات وهي ضرورة لزيادة إنتاج الكلوجين ومثل ما قلت لكم أنا من الأول الكلوجين وهي يحافظ على ممرونة البشرة أطراوات الوراء نعم أنا طريقة الخيار ذكرت لنا دائما في الأثلام المسسلات نشوف يحطون خيار على العين نعم نعم فهذا أفضل من أن الواحد يأكله أو نحطه على الوي أحسن والله يأكله أحسن زي ويأطي نظارة بس الواحد يأكله أحسن في بعض العادات عند الشعوب بالنسبة للخيار والطماط بعض الأمور الخاصة في الصلطة يشيجون القشر زي ويحطون في الصلطة يعني الخيارة من غير القشر أو اللون الأخضر فهذه أنا حسب معلوماتي البسيطة وأنت خبيرة في هذا المجال يفقد الفاكهة لأن الخيار من الفواكه إذا معلوماتي صح يفقد الفاكهة هذه قيمتها الغذائية والله أنا أيدك في الكلام لأن الفواكه الخضايا مثل ما تقول اغسلها صح انت في أمان مع قشرها نفس الشيء الناس يقول لك والله اكشر التفاح وأكلها بدون قشر ليش اغسلها صح وانت في أمان صحيح بالأكس حتى مثل ما أنت طريق نكشر الخيار فيه ناس يقول لك والله التفاح لو قشرتها بتروح فايدتها وانت بكر ما بيسوي الأمساق بس نحن القشر لا ما بيسوي الأمساق فيه فايدة من القشر نزيل القشر خلاص تفروها لا اغسلوها حدك وانت في أمان أنا قاطعتك حينما خلت تتكملي سامحيني اللي مهم مشكلة الخضروات والورقية اللي هي مفيدة جدا للصحة ونظارة البشرة السمك مفيدة جدا للبشرة والقلب والدماغ بس أنا أنت أنا ما أقل السمك بس في وقت مفيدة حين أنت ما تأكلين ويحق الناس مفيدة ما يستوي بعد أنا أحب السمك أكثر من اللحم والدياي أنا محبة أنا أحب الدياي أحب أحب الربيان البحري أحب بس السمك محبة يعني اعتمد على السمك في بعض الأنواع فيهن سهج زين لكن فيه أنواع من السمك صراحة يعني أحسن عن أي شي ثاني وأغلى ترس ما تغلى من اللحم والدياي طبعا من أنطف من زين شو بعد مثل ما قلت لك أنا بذور الكتان بذور الأنب الجوز العشاب البحرية الجرجير معروف أنها تساعد على إزالة حب الشباب ويعتبر ضرورة لصحة البشر الأسل بديل غذائي عن السكر عندنا كل شيء ناقل مع السكر الأسل بديل غذائي عن السكر بحيث أنه تأثير السكر المكرر الذي يساهب في شيخوخ البشري البشرة وغيرها من أعضاء الجسم يعني إحنا لو نستبدل السكر بالأسل تخاصة أنا ما أتكلم عن الأسل ليكون كل السكر ما يسكر لو أنا أتكلم عن الأسل الطبيعي طبيعي صح الحين حتى العسل الطبيعي يغشونك فيه بعد يغشون فيها والله ما خلونا شي شيء البطايا البطايا هي حلوة البطايا يتم وضعها على شكل أزينة على الجلد أنت مساحة أثني أن لخيار لحطها مباشرة ويناكلها لا أنا قلت لك الخيار هو الأفضل ناكلها بس الطبيعي يسوونها مثل أجيني يحبونها الجلد يتساعد أنزيماتها على تكسير الخلايا الجلد الميتة جميل الكراس تقلل مستويات الإجهاد مما تيعطي البشرة مشرقة البشرة يعني أنها تخليها مشرقة وصحية أكثر أنا سألت سؤال مختلف شوي إذا تسمحي أنت كلمتين عن الأغذية التي تساعد على الجمال شو الأغذية التي تدمر جمال الواحد في أغذية تدمر جمال الواحد ما في أغذية تدمر جمال الواحد أنا قلت اللي فيها موالح زيادة اللي فيها سكر زيادة اللي فيها دهون زيادة إذا هاي مو بس هذه تسويت مصايب في الجسم بعد إي هاي تسوي مصايب في الجسم إي إنزي أنا شاكر لت اختلمية مصطفى ويخصائية التغذية العلاجة في هيئة الصحة بدبي على هذه المعلومات الجميلة والقيمة وعلى هذه الفقرة الجميلة شكرا لت هياك الله شكرا لزينا إذن مستمعين متواصلين معاكم إن شاء الله بعد الفاصل يعني منطرق لواحد من المشاريع التقنية الضخمة جدا اللي استثمرت فيها هيئة الصحة بدبي بشكل كبير وأيضا هذا المشروع يعني في الكثير من الأمور اللي استجدت في ظل يعني التوجه نحو الذكاء الاصطناعي في ظل يعني التوجهات العالمية نحو الاستثمار في التقنيات الحديثة ما نطلع فاصل بعد الفاصل ما نصدف معنا الأستاذ قاسم أبو هنطش مسؤول مشروع سلامة في هيئة الصحة بدبي فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخر مسمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طبعا للأسف تلفوننا ما يسقطوا كل المكالمات للبث المباشر يا جماعة الخير يزاكم الله خير أحيانا في حد يتصل على رقم البرنامج وتاخذ الخط ويردون عليك ويحاولون يتكلمون معاك تاخذ معاهم تشرح لهم الحالة وهم يعني ما يبغون الجماعة عندنا في التنسيق ما يبغون يعني يقولوا لكم أن يا جماعة الخير في برنامج في كذا ممكن هذا الواحد ياخذه بشكل يعني ما بقول غير مؤدب لكن ممكن تحس فيه خاطر المسل ولكن هذا شغلهم يعني فنترك الخط للي يبغي بالفعل يتواصل معانا على موضوع يخص البرنامج مالنا اللي هو صحة وسعادة أي ملاحظة عندكم على القطاع الصحي على الخدمات اللي تقدم في هيئة الصحة في القطاع الصحي الحكومي والخاص في ماردبي يعني تواصلوا معانا على 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 طيب من بين أهم المشروعات اللي أنجزتها هيئة الصحة بدبي في وقت قياسي ودائما نفتخر بهذا المشروع له مشروع الملف الطبي الشامل سلامة هذا المشروع أطلقتها هيئة الصحة في دبي 2017 طبعا المشروع تطور وفوايده كبيرة وهو المشروع اللي يعد الأكبر والأول من نوعه والأحدث في تكامله وتقنياته على مستوى الشرق الأوسط تبرز أهمية المشروع في قيمته المضافة لمنظومة الصحة في دبي ليش؟ لأنه مم بس مشروع تقني لتنظيم ملفات المرضى لا هو أيضا يعني طفرة نوعية في خدمة المتعاملين وتحسين رحلتهم العلاجية وكذلك يتجاوز يعني هذا النتائج والأهداف للقيمة اللي سواها هذا المشروع في رفع مستوى كفاءة المنشآت الصحية التابعة لهذه الصحة في دبي من مراكز ومستشفيات وعيادات طبية كذلك يعني الاستفادة الكبرى كانت في يعني الدكاترة قاموا يستفيدون في عملية اتخاذ القرار لبداية العلاج وأيضا دقة العلاج حتى قرارات القيادات في هيئة الصحة في دبي ورسم الاستراتيجيات والتخطيط لها هذه المواضيع كلها أيضا قامت يعني ترتبط بهذا المشروع بشكل كبير كيف وليش وشو اللي خلانا يعني نشوف هذا المشروع بهذه الكفاءة وبهذا الوقت القياسي في الإنجاز لأنه كان فيه فريق قوي يشتغلون على هذا الموضوع وكان فيه أيضا رغبة من كل موظفي هيئة الصحة بدبي فيه إنجاز هذا المشروع هنا أنا أحب يعني أتوجه بعد كذلك بالتحية لمعالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي لأنه يعني آمن بإنجاز هذا المشروع قدم الدعم الكامل للفريق لإنجاز هذا المشروع وأيضا يعني مع أطلاق هذا المشروع من قبل سيدي اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في 2017 شفنا الإنجاز كان مفروض سنتين سنتين وثلاث سنوات ما تذكر الجماعة خلصوا في سنة ما شاء الله عليهم في سنة صح هذا الكلام سيد قاسم ولا المشروع خلص قرابة سنة ونصف سنتين تقريبا أي بس هو قبل الموعد بسنة تقريبا نزيل أستاذ قاسم هنطش أبو هنطش مسؤول مشروع سلامة في هيئة الصحة في دبي نحن خلنا نرجع شوية بالتاريخ ما ما نرجع وايد يعني سنة سنتين ما بيننا وايد لكن نوضح لي المستمعين شو هو مشروع سلامة مشروع سلامة بدأ كفكرة أن أنت تجمع جميع معلومات المريض في ملف واحد إلكتروني يتم الوصول إليه من أي مكان في هيئة الصحة في دبي وأي منشأة وأي جهاز حاسوب للوصول إليه بالإضافة إلى حفظ المعلومات للاستخدامها في أي مرحل من المراحل بالإضافة إذا نحن أيضا وصلنا مع مؤسسة الإسعاف بحيث المريض أو الشخص المصاب في السيارة من قبل وصوله للمستشفى نحن عندنا ملفه ومعلوماته هذا يتصب في أهم محور من محاور المشروع هذا وهو صحة وسلامة المريض أهم شيء عندنا في البداية وهو دائما نحن نركز عليه هو صحة وسلامة المريض بالإضافة إلى الأشياء الأخرى التي ذكرتها وهي سهولة التعامل ووصول للملف المريض الأدوية مراجعة أي حساسية عنده أو شيء بحيث الدكتور يكون على الطلاع كامل بحالة المريض جميل أنتو حققتوا ما شاء الله نجاح كبير في هذا المشروع قلنا أن هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ليش مع أنه يعني نكون صريحين هناك من ضبق هذا المشروع ولكن يمكن نوعيته والتطوير اللي صار عليه في هيئة الصحة في دبيج على الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالحجم هذا يعني هو من على حسب القطاع الحكومي بشكل خاص من أكبر المشاريع الحمد لله وشكر الله يعني الفضل يرجع لله ثم لدعم مثل ما قلت الشيخ حمدان المحمد ومعالي حميد القطاني أيضا والمدة الزمنية وفعلا جميع موظفي هيئة الصحة في دبيج كانوا يؤمنوا في حاجة المشروع هذا حاجة ماسة لدعم صحة وسلامة المريض مرة ثانية طيب أنا الحين أبغي أتكلم عن الإمكانيات والقدرات اللي وفرها المشروع للهيئة يعني بمعنى شو أثر هذا المشروع أنا ذكرت أنه كان فيه لها آثار على التخطيط وعلى الاستراتيجية يعني وصلنا حتى متخذي القرار بدأوا يبنون قراراتهم على هذا المشروع فأبغي أعرف شو الإمكانيات اللي ممكن يوفرها أو قاعد يوفرها هذا المشروع لمتخذي القرار أيضا للأطباء بعد خلنا نتكلم عن الأطباء نتكلم عن العاملين في هذا المشروع ولكن نقطة أن أستفيد من مخرجات هذا المشروع في اتخاذ ورسم استراتيجية وسياسات الهيئة القادمة أعتقد أن النقطة تحتاج تسليط الضوء عليها النظام فعلا النظام يدعم جميع متخذي القرار على مختلف أنواحهم من ناحية الاستراتيجية، من ناحية المالية، من ناحية الضمان الصحي، من ناحية التخطيط المستقبلي لكيفية توزيع وقياس احتياجات إمارة دبي من منشآت صحية هذا في الشق الإداري، بالشق الطبي أيضا نحن استخدمنا في الوقت الحالي بدينا باستخدام تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في تنبؤ المستقبلي لحالات بعض المرضى وطبقناها في مشروعين مختلفين، واحد هو تسمم الدم يسمى السبسس والثاني تدهور المرضى وهو deteriorating patients من خلال جمع المعلومات عن المريض في وجوده في المستشفى وجمع جميع المؤشرات الداخلي فيه مثل التنفس، نسبة الأكسجين، ضغط الدم، البلود برشور، ضغط الدم أو إذا كان عنده سكري أو النسبة أو العمر العمري الذي فيها، وزنه، أشياء هذه بالإضافة إلى المعلومات السابقة التي كانت موجودة داخل النظام يقوم النظام داخليا بحسابها وتعرف على نمط معين بإمكانك من خلاله أنك تتنبأ لهذا الشخص هذا عنده القابلية أنه يحصل له تسمم في الدم بالطريقة هاي إذا طلع لنا المؤشر أنه فيه احتمالية أنه خلال العشرين ساعة أو يوم أو يومين كان الشخص هذا يصيبه تسمم دم بإمكاننا أن إحنا نستبق الحالة هذه ونبدأ في معالجته قبل أنه تدهور حالته قاسم صحيح للمعلومة، هذه معلومة مهمة وهذه شغلة جميلة يا جماعة الخير هذا الكلام قبل شهر تقريباً وشهرين على نهاية شهر واحد كان عدد الناس اللي اكتشف النظام من البيشن اللي كان ممكن يكونون في مصابين بالتسمم بالدم كانوا تقريباً يعني وصلنا إلى إنقاذ مئة حالة إذا ما خانتنا المعلومة أو الذاكرة في هذا الموضوع لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأن التسمم الدم ممكن يؤدي إلى الوفاة بواسطة هذا النظام استطاع النظام أنه ينقذ حياة مئة شخص وهذا عدد كبير هذا كان إلى الـ 150 بعد إذا ما خانتنا الذاكرة والله ما نذكر رقم بس كان رقم كبير وكان أثناء فترة زمنية بسيطة يعني سووا أثناء فترة زمنية بسيطة وعرضوا هذا الموضوع كذلك كان معروض في معرض صحة العرب أنا عرفت من المعرض فهنا التنبؤ وإدخال الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع أن تقدر تنقذ حياة عدد كبير من المرضى وهو أنك تبدأ بالمعالجة قبل أن يكون حالة الشخص أصبح لمرحلة خطيرة لا يمكن رجوع إليها إلى الأخذ وهذا هي الحلوة الجميل في الذكاء الاصطناعي أنه يبني بساعد الأطباء في دعم القرار أيضا بعطيهم الثقة في أنهم يأخذوا القرار وأيضا يخفف العبع على الطاقم الطبي المساند للأطباء بحيث أنهم مبلغز منهم 24 ساعة تموا فوق الشخص بالعكس السيستم الوحدة يقوم بعملية الحساب ذاتيا وهذا أحد الأشياء الجميلة في الموضوع هذا طيب الرؤية المستقبلية لهذا المشروع أين رايحين؟ هاي المشروع أو النظام نفسه كان ينظام خلينا نسميه نظام لأن المشروع أطلق وانتهى النظام هو يعتبر البنية التحتية في جميع ما يتلزمك في هيئة الصحة من تطبيق الذكاء الاصطناعي تطبيق بلوكشين قدرة التواصل مع الدعم رؤية شيخ محمد والوصائل العشر في أنه كيمثال أنك أنت يكون طبيب لكل مواطن ومختلفهم وهذا اللي نحن نسعى له في هيئة صاحب دبي إن شاء الله طيب يعني أنا بما أنك أنت موجود أنتهز الفرصة أني أنا أتوجه يعني بالشكر لكل فريق العمل ليعملون على هذا النظام على هذا المشروع مشروع سلامة مشروع ضخم وهو أيضا نواة للكثير من المشاريع التقنية القادمة في إمارة دبي واللي بتنظم إن شاء الله العملية الصحية في إمارة دبي فيه شغلة أبغي أتطرق لها بعد كذلك قبل أن أختم معاك سامحني بس لأن النظام أيضا مو بس الدكاترا ومتخذي القرار الكاستومارز نفسهم استفادوا من هذا النظام اليوم أنا أقدر أشوف ملف الطبي بعد كذلك على التلفون صح هذا الكلام ألا كامل نعم فحصك الطبي بإمكانه يطلع خلال فترة وجيزة إذا سويت أي فحوصات في المختبرات بإمكانك أن تشوف أيضا تضيف أبنائك إلى القائمة بحيث أنك أنت تدخل عليهم تشوف مواعيدهم تشوف أي نتائج من الفحص طبي أيضا في الكثير من المميزات ستطلع مع الأيام في هذا النظام نظام في مشروع سلامة مميزات كثيرة يمكن أننا نستخدم جزء بسيط منها لنا الحين في البداية لأن النظام يعني يعطينا الكثير من المميزات اللي إن شاء الله يعني ترى النور في القريب العاجل حديث يعني تقريبا نحن كملنا انطلاق النظام في شهر 11 2017 يعني بعدنا سنة وشيء تكملة النظام كامل وإن شاء الله بإذن الله راح تشوفوا أشياء جديدة دائما باستمرار إن شاء الله تعالى نحن شكر لك ساذ قاسم أبو هنطش مسؤول مشروع سلامة في هيئة الصحة في دبي شكرا جزيلا شكرا لكل العاملين في هذا المشروع أتذكر والما بدأنا نتعي سويانا بعد كنت لما كنا أطلقنا مشروع سلامة في البداية وكنا نتوجه للناس كانوا معظم الاتصالات اللي كانت تتينا تشتكي من هذا الموضوع ولكن نحن كنا نحاول قدر الإمكان يعني نستوعب مثل هذه الموضوع وكنا نقول لكم يا جماعة الخير هذا المشروع لكم راح يصير في عندكم تأخير بسيط نزين راح يصير عندكم دلي شوية لأننا نحن بدأنا نطبق هذا المشروع مع العاملين شوية الواحد ليما تأخذ يديه على المشروع تأخذ هذا التذكر كمية المكالمات والمسجات اللي كانت تتينا ويزاهم الله خير يعني لما نتكلم معهم الكاسمر كانوا أو العملاء كانوا يتفهمون هذا الموضوع نجاح هذا المشروع أخواني الأساس فيه كنتوا أنتوا العملاء يعني نحن اشتغلنا نعم ولكن نجاحه ما كان بيصير بشكل المطلوب لولا تفهمكم واستيعابكم وتعاونكم مع القائمين على هذا المشروع ما كنا وصلنا لهذا الشيء اللي نحن وصلنا له وإن شاء الله يعني نوعدكم منوصل حق أشياء وايد أفضل لأن المشروع أو النظام فيه إمكانيات كبيرة جدا راح تطلع على السطح إن شاء الله مع الأيام وانتوا بتلاحظون تطور الخدمات وسرعتها أمور كثيرة المواعيد غيرها وغيرها وغيرها وايد أشياء حتى الشغلة المهمة أن أنا أخذ به يعني أوصل إلى تشخيص سليم إلى حد كبير يعني إذا كانت النسبة قبل في عمليات التشخيص هذه عالمية أنا لا تكلم عن الدبي ولا عن دولة الإمارات أحيانا ممكن يكون التشخيص يعطيك مثلا نسبة ستين أو سبعين بالإمئة تشخيص سليم اليوم من خلال هذا النظام لأنه فيه ملف كامل يشوف الدكتور المشخص يشوف جوانب عديدة للمسألة يشوف التاريخ الطبي ما لك كله فعلى أساسه هذه المعلومات أو هذه الداتا بتعطيه تشخيص أدق للحالة نطلع فاصل بعد الفاصل ما تواصل صحة وسعادة سيد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أنا قبل الطرق لفقرتنا القادمة اللي ما استضيف فيها عبر الهاتف الدكتور جمال يوسف السشاري أمراض التخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي بقرأ بس الرسائل على السريع يقول السلام عليكم عيادة البرشة عندهم تقصير في جدولة المرضى الأرقام اللي تنظم دخول المرضى للطبيب أمس على سبيل المثال أنا رقمي كان ستة تفاجأت أنهم دخلين رقم سبعة وعقب زقروني يقول أنا ما كان عندي مشكلة قلت يمكن المريض محمول وضروري يدخل قبلي لكن من سألت الدكتور قال توقيت السحب سحب بطاقته كان قبلي نفس الشيء في عيادة الأسنان جهاز سحب الأرقام كان مخلص من الأوراق وكتضينا مرضى وما نعرف منو ياي قبل الثاني قلت لريال حط الأوراق وبهذا الشكل بيكون فيه تنظيم أمطنش الفكرة وأسلوبه مرة ما بشي طلعت من العيادة طيب أنا بحول رسائلك بشكل مباشر للمعنيين في هذا وقريتها كلها يعني أتمنى ناخذ الرسائل مع الأرقام ونحولها على النظام على طول أن يتصلون فيك وتخبرهم السالفة من البداية ما بغي أرد إلي ما أعرف الموضوع من البداية شو اللي صار هل هم إذا كانوا هم بالفعل غلطانين راح يكون في محاسبة لهذا الموضوع وهذا الغرض الرئيسي من برنامجنا يا جماعة الخير اللي عنده مثل هذه الأمور لأن هذه تساهم في تحسين خدمة العملاء لأنه ما يصير فيه أرقام وفيه نظام وفيه كذا موضوع الأسنان موضوع مختلف تماما أرجع وبتكلم فيه يعني بأخذ وقت وايد لكن أنا لأنه عندي موضوع وايد مهم مع الدكتور جمال يوسف فبشوف إذا لقيت وقت خلال الحلقة اليوم بتكلم ما لقيت باتر ممكن أطرح الموضوع مرة أخرى يقول طبعا الفترة هذه يعني زاد الوعي بمرض التوحد في جميع الحال العالم في السنوات الأخيرة طبعا حقوق ذوي الهمم هي أيضا من ضمنهم يعني الأشخاص اللي يعانون من مرض التوحد منصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص دوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من يعني الاتفاقية في الأمم المتحدة اليوم زعماء العالم يتبنون التنمية المستدامة لعام يعني بدوها في 2015-2030 المجتمع الدولي أعادوا من جديد يعني تأكيد الالتزام القوي بالتنمية الشاملة المستدامة اللي يعني تكون فيه متناول الجميع وأيضا مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد مشاركة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة ولازم نستفيد منهم طلعنا في 2 نبريل بهذا اليوم العالمي للتوحد لتسليط الضوء على هذا المرض والتعريف فيه دكتورة واشي صباحك الله بالخير صباح خير صحيح يا هلا احن يمكن عندنا الفترة الأخيرة عندنا يعني الإعلام وغيرها حتى هناك الكثير من الأفلام تناولت هذا المرض بشكل مكتث وعرفتنا فيه ولكن خلنا نأخذ في بداية اللقاء تعريف مبسط لمرض التوحد أولا ننبسناها مرض أرضى من نظر في يوم العالمي للتوحد فإحنا في مستشفى الضيف في الضيف عملنا حفلة للاحتفال بهذا اليوم وتوعية للتوعية فطبعا التوحد معروف هو مرض دماغي يؤثر على التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك للأطفال فيه علامات كتير في التوحد وطبعا مهم جدا من اللي أحد يبالكم منها كل ما يبقى الطفل في سنه مبكر واكتشافه في سنه مبكر بيكون التدخل المبكر أفضل كتير من الطفل مزيد من التأخر فالطفل يبقى فيه دايما سوقه في التفاعل الاجتماعي انتبع الاجتماعي مع الآخرين اهتمامه بالآخرين حد يبقى لوحده ما يحاولش يجعب مع الأطفال التفاعل ما ينزرش للعين يبص الشخص اللي قدامه ويطلعه ويبص فعينه طيب غالبا ده عنده المشكلة في الموضوع التواصل البصري دايما عنده حركات تكرارية كتير اللي تفاعل في الاجتماعي جديد اللي هو رفرافة بياد يحادي يرتب عشيات طريقة معينة يسمعها تكرارية والنمطية في العفعال هذا اللي هو يعني حد يعمل حاجة بنفس الطريقة يدخل المول معين يحب يجرع اللعبة معينة بنفس النمط يحب يمشي لوحده في المول مثلا دايما الطفل التوحد دايما تلاقيه مزعج جدا للأهل يعني تلاقيه جدا للخروج يعني ما يخرج مول أو مكان مفتوح أو واسع بتلاقيه بحصل له دسترس لأن طبعا الحواس اللي بتوصله كلها بيبقى فيها لغبطة فبالتالي الطفل بحصل له ساعات نوبات هياج وبكاء شديد ويبقى الأهل بنزعج جدا من هذا الموضوع طبعا فيه علامات كتير طبعا أعتقد حاليا فيه تباية جديرة لأن فعلا التوحد المعدل بالكاوزة كتير جدا عن الأول صحيح يعني الفترة الأخيرة زادت أكتر من واحد دين في المية حاليا يعني أنا أتذكر كانت فيه وحدة من الإحصايات في الولايات المتحدة يقول لك من بين كل ألف طفل في ستة مصابين بالتوحد وصلت لأكتر من كرة دلوقتي يعني هذه مسألة خطيرة من كل 85 طفل فيه طفل بأخير معدل تعتبر أكتر من واحد في المية فده يعني نسبة عليها طبعا التفعيل التشخيص هل التشخيص بتاعه والوعي بالمرض هو اللي زاد ولا المرض نفسه اللي زاد تستبرده فيها دراسات الموضوع ده والله يمكن يمكن دكتور الوعي زاد أنا أحس أن التشخيص يمكن هذا لأنه جبل الناس ما بعرفين أن هذه بعض الأعراض الخاصة بالتوحد بالضبط بالضبط فإن لك ده طفلة عنده فرط حركة سلوكه وكده لكن ما فيش تشخيص التوحد فالوعي يزاد والنسبة يتبور فعلا عن الموضوع ويمكن أيضا بعد نمط الحياة الحالي دكتور بالنسبة لي يعني الألعاب الإلكترونية وال الأمور دي نقط مهمة جدا الإلكترونيكس والحاجات دي كلها لأنه الطفل بينعزل مع العالم حتى الطفل الطبيعي يوعد كتير قدام الإلكترونيكس والحاجات دي كلها يوماسك العيبير وقاعد تبوص لي يحصلوا تشتت دايما داخل في عالم وعيش في عالم الإنترنت اللي هو فاصل صحيح دي فعلا زودت تبين بقى العراض لو عراض بسيطة بتزودها لكن مش هي اللي بتسابب طبعا عمر ما هي سابب التوحد إنه بقى الطفل مسكتولن لكن لو فيه علامات بسيطة بتزيد وطبعا مشكلة الطفل التوحد أما بيحب النماطية فبالتالي إما بتشغله أغاني بتشغله كده فالأهل أحيانا بيضطروا غالبا عندهم أن الطفل يسيبوه يوعد على المتاب بتاعه بحيث أنه بينشغل بي فبالتالي بيقل الصراح بتاعه والفعالية بتاعته فبيسيبوه بيضط طبعا دي غلط كبير جدا إنه نعالج الموضوع طيب الكشف المبكر وهذه أحد وسائل الوقاية دكتور في هذا الموضوع في مكالمة عندنا دكتور سامحني بس أخذ هذه المداخلة على الموضوع وبنرجع منكمل الحديث ألو مرحبا أخ محمود يا هلا يا هلا عبدالوهاب كيف حالك طيب شو أخبارك إن شاء الله طيب عبدالوهاب اختصر لي عشان أنا بغي أعطي الدكتور وايد وقت حق الموضوع أنا آسف جدا أنا بس يمكن ما أدري إذا كان في الموضوع أنا بعيد عن الموضوع التوحد هذا بس أنا أريد أن أقول أن العائلة يعني لازم تنشر الوعي الصحي بين بين الشباب بين العائلة يعني تقول لي أنت بالمتا ما سويت فحوصات وتقول حكي ابني متا ما سويت وعلى أقل كل سنة كل أربع شهور كل كده وكل ما تسجد من أي خارق كل سنة يعني يسوون فحوصات الحمد لله الدنيا بخير والعلم تطور والأجهزة تطورت والتكنولوجيا تطورت يعني لازم ما يحبون لما بعيدين عن الموضوع مثل ما يهتمون بالأمور الأخرى يأخذون إجازات ويسافرون ويهتمون بصحتهم ويروحون سينما ويروحون ما أدلوين فلا ويروحون يرفون لازم يهتمون بصحتهم لأنهم إذا ما عندهم صحة يعني ما يفعل حق أي شيء ما يفيد صحيح إزاك الله خير عبدالوهاب إزاك الله خير شكرا لك وبالفعل أنا أقول لك ممكن ستشهور وإلى ثلاث شهور كل سنة مرة يروح بس يبحث هذا الفحص هذا إن شاء الله كفاية أوكي دكتور نرجع لموضوع التوحد نتكلم عن العجات الحديثة وأيضا ذكرنا أن هناك برنامج كامل للكشف المبكر طبق هيئة الصحة بدبي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية وأيضا ساهم بشكل كبير كذلك في التوعية في هذا الموضوع أتفضل دكتور طبعا التدخل المبكر دي أهم حاجة لعلاج لأن التدخل المبكر والتشخيص هو أهم شيء فطبعا في المراكز الصحية الأولية دا كذلك النماريسيين ودا كذلك الأطفال لو شك في سلوك أي طفل في نموه وتطور طبعا هو الجسدي أما أنه العقلي والزهني والاجتماعي طبعا شفاعل الطفل المهارات الاجتماعية المهارات اللغوية حتى السلوك نفس دكتور اللي أنت ذكرته في بداية اللقاء تمام فدي طبعا تشخيصها المبكر حتى في مركز في مركز التدخل المبكر في المظهر طبعا الأطفال دول ما تشاهدوا بادري بيبدأ بالتدخل المبكر وبرعا طبعا العلاج ما فيش علاج محدد هو العلاج الأساسي علاج أطفال التوحد تعديل سلوك ولغوي واجتماعي ووظيفي فالأطفال تأهيل الأطفال دول تعديل سلوك أنا ما اعتبر دايما أهلا أنهم اعتبروا طفلك ما ما فيش حاسمها مصطرة أن الطفل ده عنه توحد أو ما عندهش توحد ده عبارة على منوع الصفات أنا بحلل الصفات دي وابدأ أشتغل على صفة صفة للطفل ده يحصلوا في ضعف في التواصل البصري فإن أنا أدربه إزاي يتواصل على البصري يبص للناس يهتم بالناس يعني مظل يهتموا بالأشياء أكثر من الأشخاص يعني الطفل يدخل لايادة ما بيطلعش الدكتور ما بيهتمش بدكتور لو طفل يعني الطفل عادي يخش عاية نتيجة إنه هو خايف من الطبيب أو الكلام ده لكن الطفل ده ما بقاش همه الدكتور يخش يشوف يلعب بلعبة معينة يطلع يجري على حاجة معينة هو دي تارجت معينة فالعلاج هو تعديل سلوكي مني أساسا تعديل سلوك ولغوي فإننا عندنا العلاج سلوكي والعلاج اللغوي والسبيش سربي والحاجات دي كلها والعلاج الوظيفي موجود في مستشفى دبي وفي المظهر في مركز تداخل مبكر اللي بي بدأ تشخيص من بدرين يعني من قبل سنة كمان طفل ممكن ناخد بالنا لو فيه علامات في الأول نقدر ناخد بالنا من الطفل ده على أقل بنيجي جايد للأهل يعني نصايح للأهل ازاي تعملوا معاه هو دي الأساس النصايح طبعا الطفل ما بدأ يكبر شوية بي بدأ ندخل بقى على تدخل اللغوي من هم جيدا النمو اللغة عنده النمو الأكاديمي هل نقدر نعمله دمجي في المدارس العادية ولا هل هحتاج ملاكز تأهيل خاصة فطبعا دي بتختلف فهو علاجه كله تأهيلي كأدوية في بعض الأدوية بتستخدم في الأطفال دول اللهم عندهم سلوكيات أدوانية عالية جدا الكلام ده في الظنطر ياخد بعض الأدوية اللي هي بتهد الطفل شوية عسان يقدر يوعد ان انت لو عشان تدرب طفل أو عشان تعمله تأهيل لازم يجرس معك الأول لازم إذا في فبالتالي في بعض الأدوية أحيانا بإضطار اللي احنا نستخدمها طبعا عندنا احنا طبعا الطفل التوحد ليشمل الدكتور الأطفال في دكتور النصفير أطفال هو يحتاج أي أدوية بيكتبها له عصبية أطفال احنا عندنا في التخاطب وفي مراكز طبعا مركز المظهر وفي مركز دبي للتأهيل كل دي طبعا خدمات موجودة في حياة طيب دكتور تاريخ العائلي هل يعني ممكن ممكن يأثر على يعني خطر الإصابة بالتوحد هل في الدراسات في هذا الموضوع أنه ممكن يكون نعم نعم في عوامل بيئية وراثية هي هي اللي يكون في المدنية في المية أنه في عوامل وراثية في الموضوع في جينات معينة ودايما حتى احنا من خبرتنا في التفاوض مع كل الأطفال بنسأل بالله حد في الفاميلي عنده مشكلة مشابهة فدايما بالذات في طفل عنده مشكلة مشابهة ونحاول على قد من نظر أننا نعمل سكرينينج لأخواته وسكرينينج للعائلة في الفيلة فعلا دي الحاجة لأخير بروز إنه في جيناتك في حاجة وراثية موجودة وجينات هي دي اللي تسبب مرض التوحد دعم الخلل في التواصل الاجتماعي والنيروس أو المواصلات المخية يحصل فيها لغبطة ونقول دايما لو قلنا تعريب بسيط اللي هو خلل في استخدام الحواس الطفل دايما بيبع عنده خلل في استخدام الحواس يعني هو بيشوف كويس لكن ما بيطلعش يعني هو النظر عنده سليم لكن مش بطلعش بيسمع كويس لكن ما بيستمعش دي كلها الإحساس التوتش عنده أحيان يزيد إحساسه بالتوتش السمع يحس يسمع الأصوات عالية يدائي من الأصوات العالية يحط ييده على ودنه بحيث أنه يدائي الأصوات دي بتعمله حساسية للأصوات حيث يعني يشمع الأشياء أو يرحس الأشياء اللي هي لا ما تتشمش أو ما تتزواقش يعني فدي كلها هو خلل في استخدام الحواس يعني هو خلل في استخدام الحواس ده ده الأساس بتاع التوحد طيب دكتور دكتور أنت تحدثت عن العلاج السلوكي وأيضا العلاج التربوي والتعليمي كذلك تطرق للعلاج الدوائي في علاجات أخرى يعني سمعنا عن بعض العلاجات اللي هي بالأنظمة الغذائية خاصة فيهم أي برضو طبعا في علاجات هذه أشياء مساعدة يعني إحنا بنامنا هنا الفود انتولار السلوكي اللي هو خلل التفاول مع الغذائب نعمل اختبار تحقيقنا مستشفى دبي وإحنا بقلنا 30 أو 30 داخل موجود في مستشفى دبي نعمل حاجة اسمها فود انتولار السلس اللي هو التفاعل مع الغذية نعم نشوف بعض الأطفال كتير أو بنلاقي منهم بس بنلاقي منهم غالما في الكازين اللي هو المادة الموجودة في الحليب في الألبان ففي بعض بس طبعا مش كل طفل أنا بس أنا شاهزة أقول الكلام دا عشان مش كل أم تحرم ابنها من حليب والكلام دا كله لازم يكون باختبار لازم أمله اختبار الأول صحي نحدد هلو عنده ايه نوع الحسية اللي عنده فيه أطفال عندها للأسماك فيه أطفال عندها للكازين فيه عندها للأمح دي تختلف من الطفل التاني مش يبقى كل طفل يخش نعمله نظام غذائي دكتور فيه الله بس من الطفل نفسه يعني ممكن يكون فيه إطار معين هو معادي ممكن يطلع في إطار الأهل أو ابناء الخالة أو ابناء الأمة تشوفه يتحركوا كذا وغيره تطلع برع هذا المحيط يتحول إلى شكل آخر تماما هذي مؤشرات للتوحد ممكن تكون ممكن يكون جزء منها فيه طبعا فيه حاجات تانية بمعنى فيه مستويات للمرض دكتور ممكن أقول هذا مستوى أول مستوى ثاني أيوة طبعا الشدة إحنا عندنا مجموعة من العلامات يعني حتى حاجة اسمها التشخيص الدولي حاليا اللي هو الخامس اللي سنازل من سنة بيقول فيه علامات معينة اللي ستكون موجودة أول حاجة التفاعل الاجتماعي مش بس التفاعل الاجتماعي التواصل الغير لفظي يعني الطفل العادي ما بيتكلمش لو في كنا عطفال كتير احنا في التخاطب وانتخرين في كلام نتيجة العمل بي اي نتيجة أسباب كتير مش سببها التوحد الطفل دا يحاول يعود باستخدام التواصل الغير لفظي إنه هو يقشر بصبعه إنه هو عايز ده معايا يقشر بيعمل علامة إنه هو عايز يأكل حطيه على بقه لكن الطفل التوحد لا يحاول ايه التواصل فالفكرة العاستية فيه اللي هو عدم الرغبة في التواصل موش الناس اللي حواليه هو عايز حاجة بيرروح يأخدها بنفسه يجيبها بنفسه ما قادرش يشد الأهل ايه لناحية الحاجة دي ويبكي بطريقة معينة بحيث الطفل الأهل بيفهمه هو عايز ايه الرغبة في التواصل دي النقطة العاستية عدم وجود التواصل اللفظي والغير اللفظي التواصل النظري الحركات التكرارية طبعا نازل تكون موجودة من ضمن العلامات اللي بطرق كتير الحركات التكرارية ممكن تكون رفافة بالإيد الجامبينج اللي هو الطفل بيجنجز أعمال يقفز كتير ممكن ينام على الأرض ممكن يلف كتير يقضي لف رايح جاي رايح جاي فدي كلها دي اسمها حركات تكرارية وحاجة تانية مهمة جدا اللعب المشاركة في اللعب الطفل أولا فيه قبل المشاركة اللعب بالألعاب الطفل العادي بيمسك اللعب بيمسك طيارة بيعمل نفسه بيطيارها سيارة بيمشيها على الأرض الطفل التواصل ما عندوش لعب تخيلي يعني يمسك السيارة بطريقة معانية يقود يلف في العجلة بتاعتها ما بيعملش ما عندوش استخدام صحيح للعب دي نعمر واحد اللعب بنفسه تاني حاجة ما يجي لعب مع الأطفال ما فيش شيرينج معلاصل فيش مشاركة يعني غالبا ما يخش يقف جنبهم ممكن يعمل حاجة اسمها برر بنقيلهم وازي لهم هم بيجروا يجروا جنبهم يجروا جنبهم لكن ما فيش تفاعل طي ياخد بالطفل حاجة يديروا حاجة يشاركوا مع بعض دي كلها العلامات اللي هي نازم تكون موجودة النقط دي كلها لكن مش حاجة واحدة يعني الطفل مش عنده خلل ما بيبصلك شفعينك عنده في أطفال عنده سوشال فوق لأنه خلل خوف اجتماعي في طفل بيجي لي ما بينطعش ولا كلمة ما بيجردش يتعامل خالص مع الناس غريبة زي ما انت بتقول انه في العيلة في محيط العيلة وهرايبوا دكتور يتفاعل معهم جدا يخرج برا ما بيتفاعلش خالص دي نوع من خلال اجتماعي وليس من التوحف جميل دكتور والله الحديث شيق معاك في هذا الموضوع لكن نحن يعني تعدين وقت البرنامج دي كتير وعيسى اليوم عيد ميلاده فما أنا بغي نزعله شكرا لك دكتور ويعني دكتور جمال يوسف شارع امراض التخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجر ربما سيشد بي معلومات مهمة كنا نتحدث فيها من خلال عن مرض التوحد في هذا اليوم العالمي للتوحد شكرا جزيلا دكتور جمال شكرا عيسى سبيل كان معنا في الاخراض كل شكر يوسف سعد معنا في إعداد هذه الحلقة تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي